إن تركيزنا المباشر يجب أن ينصب على أربعة قضايا بالغة الأهمية أولا هناك حاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض وإن فضل اجتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام ثانيا إن الممر البري هو الطريق الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة هناك حاجة ماسة للموارد الدولية للتركيز على ذلك بشكل عاجل ويجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي ثالثا إن كمية ونوعية المساعدات المقدمة إلى غزة أمر أساسي ولا يقل أهمية أن غيرهم المتطلبات إذية توفير الأدوية والمياه ومواد الإيواء بشكل كاف ومستمر أخيرا وهذا مهم أود أن ألفت انتباه الجميع إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني المتردي في الضفة الغربية حيث استشهد وأصيب مئات الأطفال بينما اعتداءات المستوطنين وتوسيع المستوطنات والعقوبات الاقتصادية والقيود على الحركة والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في أسوأ حالاتها